بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده بعد فهذه قراءة لمنظومة محمدية في تدوين السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام وهي أرجوزة من نظم الشيخ محمد بن حسن خضر السكندري المصري نفع الله به بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد الفقير للصمد حمدا لرب وعليه أعتمد ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وبعد هذا النظم راجيا به مثوبة من ربنا مع قربه فاسمع لنظم يا أخي قد اقتفى تاريخ سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم واستعمل الفكر له ولا تعب جهد المقل وافهمنه تصب فالحد للسنة عند العلامة قد جاء عنهم باختلاف فعلما أهل الحديث يا أخي قد أصلوا في حدها وبينوا وفصلوا فعندهم غزواته وقوله وإقراره ووصفه وفعله صلى الله عليه وسلم ومن روى أخبار بعثة بها سيانة كان قبلها أو بعدها وفي ثبوتها لديهم من خبر بصحة منها فذاك المعتبر وحدها عند الفقيه ما أتت من غير أي واجب فيها ثابت بمستحب أو بمندوب أتى فاعرف فروق كل فن يا فتى عند الأصول فهي للتبيان وما أتى عنه سوى القرآن أي ما أقره النبي مع قوله صلى الله عليه وسلم ورأ ذات رفعتي كما لا في الحشر من شفاعتي وأنها وحي من الديان كما أتى الوحي من القرآن كذاك فهي أسو هذا الدين فهك تفصيلا مع تبيين فبالمعاني قد أتت من ربنا لكنها بالنطق من رسولنا صلى الله عليه وسلم وواجب حتما من اتباعها لكل ما قصح من نصوصها بالاتباع قد أمرت يا فتى في الحشر والأحزاب والنساءة وقال أعطيت جوامع الكلم ولم يكن قد خط قط بالقلم أما المتون بالمعاني قد أتى فيه الخلاف فانتبه لي يا فتى فبعضهم أجاز معنا متنها كابن الصلاح فعلا منها ودرها فللملوك أرسلوك يعلموا من دعوة لعلهم أن يسلموا والبعض ما أجازه بل أنكره كمالك فإنه قد زجر وجاء بالقرآن آية محكمة وقد أتى أيضا بآية مجملة والبعض منها قد أتى مفصلة لكل من أراد أن يحصل وعلم أخي بأن وحي السنة به البيان قد أتى للأمة فللقرآن قد أبانت مبهما في آيه ووضحته فعلما كآية بالحجرات حرمت عيبا ذكرته بغيبة أتت كذا بإحكام بها قد عبرت عن مجمل القرآن أيضا فصلت فقال صلك الذي رأيتم وللحجج في المناسك الزمو في بعض أحكام بها قد خصصت كآي إرث بالعموم قد أتت كقتل وارث مورث حرم من إرثه بسنة فقد علم أيضا بأحكام أتت فقيدت الآية من مطلقها قد ورادت فاقطع لسارق يدا فحده من مفصل الكف فذاك حده وأكدت أوامر القرآن كحسن عشرة مع النسوان ومن أصول في القرآن فرعت أحكام واب حكمة فوسعت ففي البيع كالذي قد غرر بصاحب الحق كما تقرر بشرعة قد استقلت يا فتى فاحفظ من الأحكام فيها ما أتى برجم محصن زناء تبه وحضر جمع عمة لزوجه وقد أتم ربنا كما ترى ورضي الإسلام دينا للورى ومن خيال الناس ربنا اصطفى بفضل صحب النبي المصطفى صلى الله سمرة العلم فالعمران أفضل الأصحاب مع ثمان صحب بالجنان فاستمع دعا دعا النبي صحبه كي يعلموا من سنة علومها ففهموا فقد أصر دعوة كما اتخذ دارا لدى الأرقام يعمى المتخذ وبعد أجرة أقام مسجدا فأرغمت نفو أصحاب العدا فعلم النبي صحبه السنن بهذه القويم من رب المنن فيسر الكلام مع تقريره لتثبت العلوم مع تكريره وإن تلح الحال في مقامه رأيته استفاض في كلامه والصحب لازموه بالمجالسة لينهل العلوم بالمدارسة كصاحب الغار وذير هريرة نعم الصحاب للفدى والنصات والبعض قد تناوب الأيام في علم كجار عمر البر الوافي وبالسماع بعض تعلم ومنهم الذي رأى ففهما ولم تكن على الرجال قاصرة بل النساء كن فيها حاضرة يسألنه في مسجد أو طرقهن فإن عسر علمنا من أزواجهن اعلم أخي بأن بعض منواهم في قوله وما وعى ولا فهم قول الحديث قط لم يدوني في عهده أيضا ولم يوعنوني بل قد نهى من قبل عن كتابتي خوفا لخلطين بنص آياتي وبعد مطمئن للدراية من صحبه والضبط والرواياتي فقد أقرى بعد بالموافقة فدونت وسميت بالصادقة أعني صحائف ابن عمر وعلي أيضا فنعم السق من أوائلي كما لأهل الشام أيضا أرسلت رسائل في الكب حقا سجلت ثم بفضل ربنا قد انتشر دين الإله ثم أذعنا البشر وانتقل الأصحاب البلدان يعلمون سنة العدنان صلى الله عليه وسلم فالتابعون قد تلقوا علمهم وتابعهم قد قفوا آثارهم كما خشوا لسنة أن تفقد بفوت حفاظ الحديث بالردى فعزم الخليفة الحبر عمر على كتابة الحديث والأثر فكلف الزورية أن يجمع وكان حبرا عالما أهلا لها وبعدهم أتى من أهل السنة كمالك فنعم حبر الأمة فألف الموطأ الذي اشتهر بين الآنام فهو عذب منهمر وجاء قرن ثالث فيه ازدهر علم الحديث بالتصانيف الكثر بجمع مرويات صاحب روى كمسند لأحمد وما حوى وبالجوامع التي قد دونت أبوابها لسنة قد اعتند كجامع صحيحين نوسبق بصحة الإسناد فهو ذوعبق كمالك بالفقه أيضا رتبت أبوابه بسنن قد سميت كسنن الإمام وهو من عرف بالحفظ والإتقان فعرف واغترف يعني أبا داود صاحب السنن فكل تحصيل العلوم كالضنن وسنن جل الصحيح قد أتى بها النسائي الأريب يا فتا وسنن للسقطري الترمذي أو الترمذي وجه محدث أنعم به من أحوذي ثم ابن ماجه يا أخي لو سنن تتمة لأربع بها اقترا وهكذا كان اهتمام العلماء بها أخي فتب عنها واعلم بالسند الصحيح للرواية إن زم وفتش تحظى بالدراية تم بحمد الله ذي المنظومة أبياتها سائغة مفهومة والله أسألوا القبول والهدى للناظم وسامع قد اهتدى والحمد لله على الإنعام وأنعاننا على الإتمام ثم الصلاة والسلام أبدا على نبينا الكريم أحمد صلى سنة تسعون مع ثلاثة عدتها تاريخها إذ نظمت أبياتها في أربع من المئات ثم زد ألفا وتسعا وثلاثين فأعد اللهم صلي وسلم وبرك على نبي محمد بعدد خلقك وإضاء نفسك وزيت عرشك ومذلك ماتك إله نجيم من كل الضيق فأنت إلهنا مولى لجميع وهابني في المدية مستقرن ورسقن ثم دفنهم بقيع فلي ولوالدي والمشيخ المسلمين آمين